تصرفات لسيدنا محمد عليه الصلاة والسلام شوفها بعين البصيرة هدلك على صفات ربنا سبحانه وتعالى ومن التصرفات دي ان ربك بيقولك عن طريق افعال النبي واقواله ان حقك غالي عند ربنا وهيجيبه لك دنيا واخرى ان شاء الله وتلاقي تصرفات واقوال من سيدنا محمد عليه الصلاة والسلام بتبين لنا ممكن يكون فيه سعة لما الانسان بيقصر في حق ربنا ويتوب لربنا سبحانه وتعالى ربنا كريم لكن لما تيجي عند حقوق العباد تلاقي تأكيد عجيب جدا من سيدنا محمد اوعى الصغيرة قبل الكبيرة تاكل حق حد فيها يبقى قاعد صلى الله عليه وسلم في بيته وبيت النبوة ومعا ام المؤمنين ستنا كلنا وامنا كلنا السيدة عائشة بعدين تخش السيدة صفية تتكلم مع النبي في حقيقة كده بعدين تمشي فالسيدة عائشة تعمل كده مش دي اللي هي وتشاوة خطأ امهات المؤمنين والصحابة ليسوا معصومين كالانبياء وساعات كان بتصدر بعض الاخطاء عشان ينزل القرآن يصلحها والنبي شاور صلى الله عليه وآله وسلم فهن الكاملات العظيمات لكن ده حصل في حياة النبي عليه السلام او في رواية قالت له حسبك من صفية انها كده مش هي كده صفية وصيارة دي فقال صلى الله عليه وسلم لقد قلت يا عائشة كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجته البحر انت ما بتعرفش تجيب اخر وهو مية صفية من صفاء البحر بياخد لون السماء البحر ده الكلمة دي الليه قصيرة دي يعني الكلمة دي تعكر مية البحر كله في كناية بيعلمنا احنا ان كلمة الغيبة او نظرة الغيبة ايوة ويل لكل همزة لمزة الهمز غيبة باللسان واللمز غيبة بالوش ويل لكل همزة لمزة ان الكلمة دي تقيلة اوي في الميزان يوم الايامة دي لما تقالت النبي قال دي تعكر مية البحر كله فاخد بالك عشان احنا ممكن نعض ربع ساعة على القهوة نعض نتكلم في عرض حد ونتكلم في نيته وفي تصرفاته وفي شكله وفي لبسه واختياراته خد بالك عشان ده تقيل اوي في الميزان يوم الايامة ده ربنا بيدافع عنك انت لان انت الحد اللي ما كنتش موجود انا ولا انت اللي ما كناش موجودين ربنا بيقول لنا الغيبة من الكبائر خدوا بالك وكل ده بيقول لك حق اجغالي عند ربنا يوم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة قلنا يا رسول الله وان كان شيئا يسيرا قال وان كان قضيبا من اراك من اقتطع حق امرئ مسلم بيمينه اللي يحلف حلفان كسب عشان يسرق حد او يغشه في حاجة او بقوته بيمينه كده ياخد منه حاجة مش من حقه اللي يعمل كده ربنا يحرم عليه الجنة صحابة قالوا يا رسول الله ده اكيد الفلوس بقى الكتير بقى والاملاك الكتير لو حاجة بسيطة مش ممكن تعدي قال لهم لو عود سواك من اللي بتجيبوه منع الشجرة زمان السواك كان بيبقى بينبط في الشجر كانت جيبوه كده وخلاص حاجة فلوسها بسيطة او يعني لو كان فيها فلوس اصلا وان كان قضيبا من اراك تحس ان ربنا سبحانه وتعالى في افعال النبي وكلامه في تشديده على حقوق العباد يقولك انت غالي وحقك غالي وهيرجع لك دنيا واخرة وهحافظ عليك ان الله يدافع عن الذين امنوا فعيش بالفكرة دي كده يقينا بلا شتات موسيقى